تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون التهنيات بالعيد لا بأس بها والتهنيات تدخل في باب العادات والأصرف العادات الإباحة والمسلم يهنأ بالعيد لكونه قد أنعم الله عز وجل عليه بنعمة بلوغه شهر رمضان وصيامه وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة وقد روي عن بعض الصحابة أنه كان يهنئ بعضهم بعضا فيقول تقبل الله منا ومنكم ومن أفضل الصيغة التهنئة أن يقول تقبل الله منا ومنكم فيدعو لأخيه المسلم ولنفسه بالقبول ولا بأس أن يقول عيدكم مبارك أو كل عام وأنتم بخير أو أعاده الله علينا وعليكم بالخيرات ونحو ذلك من العبارات ولا بأس بأن تتقدم التهنئة على يوم العيد بأن تكون قبل العيد مثلا بيوم أو يومين الأمر في هذا واسع لأن الأصل في ذلك الحل والإباحة أرأيت لو أن شخصا هنأ آخر بزواجه قبل أن يتزوج إنسان عقد على امرأة وحدد موعد الزواج أو موعد الدخول فأتى الإنسان وهنأه بذلك مقدما لا بأس هكذا أيضا التهنئة بالعيد قبل يوم العيد لا بأس بها فمن هنأ غيره بالعيد مثلا في ليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين الأمر في هذا واسع والحمد لله